اشتركوا في القناة تبيان الكاتب مي محمد كاتبة ومحررة في تبيان اهتم بالشأن السياسي والملف الالحادي وما يتعلق بالحدود والاحكام الشرعية والمذاهب الفكرية المعاصرة كذلك ادرس العلم الشرعي تخصص اصول الفقه الاسلامي نشر لي عدد من التقارير والدراسات منها كل ما يجب ان تعرفه عن صفقة القرن وزيارة ترامب للسعودية وكشف حساب اصدقاء اسرائيل نكشف لك خبايا العلاقات الاسرائيلية في المنطقة وخمسة عشر كتابا ترسم لك طريق التعامل مع الشبوهات المثارة حول الاسلام وما فعلته العلمانية بالغرب الهذا يريدون علمانة الشرق الاوسط والمعالم الكبرى لترتيب جدول اولويات النهضة وهل الاسلام دين ذكوري يظلم المرأة ويبخسها حقها الفهرس الفصل الاول سياق النشأة ومظاهر التكوين الفكري جذور نشأة التيار المدخلي رموز التيار المدخلي اماكن تمركزه خلفياتهم الدينية والثقافية النشاط الاعلامي ثوابت التيار المدخلي وقيمه الفصل الثاني مآلات التوظيف وقراءة في توصيات مراكز الابحاث الغربية مآلات توظيف السلفية المدخلية ومدى خطورتها مراكز الابحاث الغربية واقوالها في الاستفادة من المداخلة كيف يجتدمون الناس لدعوتهم الفصل الثالث قائمة بأهم الردود على مرتكزاته الفكرية أقوال أهل العلم في مذهب وأصول التيار المدخلي الرد على أساس مذهبهم طرق مواجهة التيار المدخلي والتصدي له ختاما المصادر الفصل الأول سياق النشأة ومظاهر التكوين الفكري نظرة على الساحة السعودية تكشف لنا ملابسات ظهور التيار المدخلي أو الجامي أو كما يحب أتباعه وصفه بأنهم سلفية أهل المدينة ففي تزايد واضح للنشاط العلماني في الساحة السعودية رأى تيار الصحوة والذي تربى على أدبيات جماعة الإخوان أن بلاد الحرمين تعاني مؤامرة يحيكها العلمانيون لإسقاط هيبة المرجعية الدينية في المبلكة وأنه لا بد لتيار الصحوة أن يسقط رموز هذه المؤامرة ويتصدى لها ولكن مع مراقبة الصحويين للفضاء الثقافي والأندية والندوات العامة تشكلت لديهم رؤية لم يجهروا بها صراحة إلا أنها ظهر جلية في خطابهم إذ رأوا ضلوع الدولة كشارك في هذه المؤامرة لأنها من تفتح المجال أمام التيار العلماني والحداثي فهي صاحبة اليد الطولة على النواد الأدبية والإعلام وكذلك دور الحكومة في تقريب العلمانيين المصنعين أمريكيا لكسب ولائهم واستخدامهم في محاربة الإسلاميين وبهذا أخذ الخطاب الفكري والثقافي للتيار الصحوي يتحول تدريجيا من خطاب مناهض للعلمانية إلى خطاب معاد للنظام ولكنه ما زال ينتقد النظام ضمنيا لا ظاهريا حينها تدخلت السلطة في محاولة لكبح جماح تيار الصحوة الذي تغلغل وسط الساحة الدينية والثقافية واتبعت معه العديد من أساليب المواجهة ما بين اعتقال رموزه والاستعانة بتيارات مناهضة للمنهج الذي قام عليه الفكر الصحوي وتديقات تتمثل في الاستدعاء والتحقيق على يدي أحد أفراد العائلة المالكة كما حدث مع الشيخ سفر الحوالي وسلمان العودة وعائد القرن وغيرهم ثم لم يجد النظام بدا من البحث عن حل جدري لهذا التيار المتنامي والمتغلغل في أوساط المجتمع السعودي ويزداد تأثيره يوما بعد يوم فكان لابد من التصدي لهذا التيار دا الصبغة الدينية بتيار آخر دي مرجعية دينية وحضور علمي شرعي جذور نشأة التيار المدخلي تزامنت هذه التحديات والتواترات داخل أرض المملكة والسيطرة الاجتماعية لتيار الصحوة مع حرب الخليج الثانية واستقدام قوات أجنبية إلى بلاد الحرمين ادعى الملك فهد أن وجودها سيكون مؤقتا للحفاظ على موارد الدولة وأرضها من الاجتياح العراقي الذي هدد أرض الكويت ولكن سرعان ما كذب الواقع تصريحات العائلة المالكة فبعد انتهاء الحرب ظلت القوات الأمريكية في قواعدها ما شكل تحديا جديدا للنظام في مواجهة التأثير المتنامي لتيار الصحوة والذي استغل هذه الحاديثة للتنذيذ بشرعية النظام الحاكم لمعارضته صريح الأمر النبوي بإخراج المشركين من جزيرة العرب ورفض التيار أي تدوافع لاستقدام القوات الأجنبية لكثير من الأسباب والاعتبارات والتي ذكرها الشيخ سفر الحوالي في كتابه وعد كيسينجر أحدث موقف تيار الصحوة من فتاوى استقدام القوات الأجنبية تصدعا عميقا شهده التيار الإسلامي وبخاصة بعد فقدان أهل السنة في السعودية الثقة في علماء المؤسسة الرسمية إثر تأييدها لقرار الحكومة باستقدام الجنود الأجانب لبلاد الحرمين ما أعاد الذاكرة الإسلامية استعانة الملوك والأمراء بالصنيبيين والتتار للتخلص من بعضهم البعض وفي ظل هذا المأزق الذي وضعت الحكومة السعودية نفسها فيه ظهرت بوارج فراجة للسلطة ففي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حيث كان يذرس محمد أمان الجامي ويقيم عدد من طلاب العلم الشرعي يطلمون العلم ويعلمونه ويشتهرون بفتواهم التي تحرم الخروج على الحاكم مهما فعل أصدرت الفتاوى بأن الجنود الأمريكان مستأمنين شرعا ويحرم أي اعتداء عليهم ووصفه بأنه اعتداء على ذمة المسلمين كذلك تصدر ربيع المدخلي للرد على رفض الاستعانة بالقوات الأجنبية بكتاب أطلق عليه صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين وهنا وجدت الحكومة ضالتها في تيار جديد يتهيأ للظهور وينتسب رواده إلى السلفية مكتسبين وصف سلفية المدينة وكان لهذه النشأة أثر في تباين فتاوى العلماء في حق هذا التيار ورموزه فقدمت العطايا ووضعت الموارد تحت تصرف هذا التيار وأطلقت يده في التصدي لتيار الصحوة وسطواته على المجتمع الدكتور أكرم حجازي يوضح نشأة التيار المدخلي وأسباب ظهوره رموز التيار المدخلي أما جيل المؤسسين الذين أوجدوا المنهج وهو المحمد أمان الجامي الهاراري الحبشي وهو أثيوبي الأصل أقام بالسعودية ونسب المذهب إليه فأطلق عليهم الجامية فيما يرى أتباع التيار المدخلي أن هذه التسمية هي من قبيل اللمز والتعريض بموطن منشئ التيار وأصوله الإثيوبية ثانيا ربيع بن هادي المدخلي شريك الجامي في تأسيس الطيار فأطلق عليهم المدخلية وهؤلاء أبرز رموزهم في بعض هذه الدول العربية في بلاد الحرمي محمد بن هادي المدخلي محمد أمان الجامي ربيع بن هادي المدخلي فالح بن نافع الحربي فريد المالكي عبد اللطيف باشميل عبد العزيز العسكر في الكويت فلاح إسماعيل منذكار محمد العنجري حمد العثمان سالم الطويل عدنان عبد القادر في ليبيا كتيبة التوحيد التابعة لقوات حفتر الملازم عبد الرؤوف كاره غنيوة الكلالي قجة الفاخري الملازم أحمد عبد الرزاق غرور الحاسي أشرف الميار في مصر محمد سعيد رسلان محمود لطفي عامر أسامة القوسي طلعت زهران عبد العظيم بدوي محمود عبد الرازق الردواني أماكن تمركزه يتمركز هذا التيار بشكل مؤثر في السعودية ويغضق عليه الحكام المنن والعطايا كما تشهد مصر وجود عدد لا يستهان به من أنصار هذا المذهب كما أن ليبيا أصبحت أكثر البؤر التي شهدت على مآلات هذا التيار ومذهبه حيث انضموا إلى قوات حفتر ونفذوا العديد من المذابح والاغتيالات كما انتشروا في بعض دول أوروبا مثل بلجيكا والنمسا وغيرهما وفي أمريكا وبعض الجمهوريات الإسلامية وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان خلفياتهم الدينية والثقافية محمد أمان الجابي حافظ لكتاب الله ودارس للفقه على المذهب الشافعي وكذلك بعض العلوم العربية تنقل بين حلقات العلم في المدينة المنورة والرياض نال شرف التدريس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية وانتسب بكلية الشريعة وحصل على شهادتها حصل على شهادة المرجستير في الشريعة من جامعة البنجاب عام 1974 والدكتورة من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة مؤلفاته ومن مؤلفاته ما يجذب بعض الشباب فينضم إلى دعوته حيث العديد من الكتب التي تبهر قارئها إذا ما لم يتعلق الأمر بالحكام والطاعة العمياء لهم فكتب حقيقة الديمقراطية وأنها ليست من الإسلام حقيقة الشورى في الإسلام العقيدة الإسلامية وتاريخها والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ذوء الإثبات والتنزيه وغيرها ربيع بن هادي المدخلي تخرج في المعهد العلمي في مدينة صامطة والتحق بكلية الشريعة في الرياض واستمر بها مدة شهر ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة ودرس بها مدة أربع سنوات وتخرج فيها عام 1964 مؤلفاته كما الأمر مع صاحبه لربيع بن هادي العديد من المؤلفات والتحقيقات ولكنه زاد على صاحبه في قساوة ألفاظ الجرح التي يعتبدها فلم يسلم منه تيار مجاهد ولا عالم يصدع بالحق عند سلطان جائر فتتبع الزلات والتف حول النصوص ليخرج أسوأ ما يمكن أن تحمل عليه واعتمد لي ذراع النصوص ليشنع ويبدع كما سنوضح لاحقا فكتب صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة بغير المسلمين وأضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره ومطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم كذلك كتب تحقيق كتاب المدخل إلى الصحيح تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصمين كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ومكانة أهل الحديث ومنهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه وغيرها محمد سعيد رسلان من أمرة رموز التيار المدخلي في مصر تخرج في كلية الطب جامعة الأزهر وتخصص في الطب والجراحة وحصل على لسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية وعلى درجة الماجستير في علم الحديث بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن بحث في ذوابط الرواية عند المحدثين وعلى درجة الدكتوراه في علم الحديث بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في بحث عن الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة ويحمل إجازة في أربعين حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث مسمات بالأربعين البلدانية مؤلفاته لم يتخلى فرسلان عن دأب أصحابه بل زاد في شعرهم بيتا بإيجاب تأييد الحاكم وإن كان كافرا فكتب وخلط غثا بسمين فمما كتب فضل العلم وآداب طلبته حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وقراءة وتعليق وتخريج لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية العبودية شأن الكلمة في الإسلام ودوابط في الرمي بالبضعة وكعادة التيار لا بد من الهجوم على سيد قطب فكتب سلسلة وقفات مع سيد قطب النشاط الإعلامي فتحت المنابر الإعلامية أمام هذا التيار كما لم تفتح أمام أي تيار إسلامي من قبل ففي مصر كانت قناة البصيرة منبر المداخلة الإعلامي أكثر علامات الاستفهام حيرة عند البعض فكيف تترك مثل هذه القناة التي تنسب للتيار الإسلامي رغم إغلاق كافة القنوات المحسوبة على الإسلاميين ولكن المتابع المدقق لفكر القناة وما يبثه منمرها يعلم لماذا لم تأخذ حكومة السيسي ضدها أي قرار ولا تعد هي المنبر الإعلامي الوحيد فبالإضافة إلى ظهور بعض رموزهم في قناة الأثر وكذلك شبكات التواصل الإجتماعي يعج موقع يوتيوب بمناهجهم دون أدنى مراقبة أو تضيق وكذلك دروسهم في المساجد وعلى المنابر لم تقرب بسوء كونهم لسان السلطة وجلادي كل منتقد لها يطوعون الناس لكل ظالم بكلمات يظهر في سمتها خطاب الشرع ولكنها أبعد ما يكون عن مراده وفي ليبيا حيث السيطرة الكبيرة للتيار والدعم السخي من قبل حفتر يمتلك التيار إذاعة المرج السلفية وأجدابيا السلفية وإذاعة مشكاة والسلام والإسلام وسبيل السلف والفتوى والزاد النبوي وأهل الحديث والأثر والزنتان السلفية وميرات الأنبياء وعدد من المواقع والمنتديات كما هو الحال مع شبكة البينة السلفية وشبكة الورقات السلفية ومنبر الدعوة السلفية وقنوات تبث على الفيسبوك كقناة سبها ومسراطة السلفية ومنغازي السلفية وصبراطة السلفية ولهم الكثير من المواقع الشخصية بأسماء رموزهم الوارد ذكرهم في هذا الموضوع كذلك الروابط الموصى بها في نفس الموقع ثوابت التيار المدخلي وقيمه إن أحداث التصورات في مشهد فكري يرتكز على أصول وثوابت تكاد تكون محل اتفاق بين حاملي راية الإجتهاد والتجديد ليس بالأمر الهيئ إن كيف يستطيع الإنسان في ظل النص القرآني والسنة وما أجمع عليه من مصادر التلق الشرعي أن يرتب أولويات المشروع الإسلامي ويحذث من الأقوال ما يتعارض مع مقاصد هذا الدين الذي عني علماؤه بوضع الأسس والقواعد التي يجب أن يسير عليها كل مجتهد ليحقق صحة النظر والاستدلال إلا أنه في ظل هذا الإحكام الذي وضعه علماء المسلمين ظهر من يقول في الدين برأيه ويعمد إلى النصوص فيفككها تبعا لمآربه ويتأول النص بغية موافقة هواه فيحيد عما يعلمه هو من شروط الإجدهاد والتأويل وأن يرسم حدودا جديدة تحكم علاقة الحاكم بالمحكومين ويحجب التساؤلات المتعلقة بالفضاء السياسي الفكري التي يستطيع الإنسان أن يستجلب جواباتها من النص القرآني وسائر مصادر التشريع المعتبرة لذلك نسعى الآن في محاولة استكشاف بعض المرتكزات والقيم التي نستطيع من خلالها أن نفضي إلى حقيقة المشهد الفكري داخل الوسط المدخلي فهذه مجموعة من أبرز الإشكاليات التي تتعلق بهذا الفكر جميع مخالفيهم خوارج في تهاول فج بإطلاق الألفاظ التي ينبني عليها أحكاما داخل الإطار الديني تصل إلى إحلال الدماء والأموال يرمي المداخلة كل مخالفيهم بالخوارج في ظاهرة تعكس سطحية في التعامل مع ما حصلوه هم من العلم الشرعي فهم في الأصل لا يحررون معنى الخوارج تحريرا كاملا فالخوارج في الأصل هم طائفة خرجت على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بعد قابوله الصلحة مع معاوية رضي الله عنهما بإخراج حكمين يحكمان بين القوم بالكتاب والسنة يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم تبرأوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم ويقول ابن حزم في تعريف الخوارج ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بأن الخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في نار جهنم وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيا فحدد ابن حزم أصولا ينبني عليها حكم إطلاق لفظ الخوارج فحددها بأولا إنكار التحكيم ثانيا تكفير أصحاب الكبائر ثالثا القول بالخروج على أئمة الجور رابعا وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار خامسا وأن الإمامة جائزة في غير قريش فيقف المداخلة على وصف وحيد من أوصاف الخوارج فمن تحقق فيه هذا الوصف والذي يطبقونه حسب هواهم أو فهمهم له فهو عندهم خارجي من أهم صفات الخوارج ولعل من أبرز ما خلف فيه الخوارج أهل السنة هو التكفير بكبائر الذنوب التي هي دون الكفر فهم يكفرون شاربي الخمر والسراق وكل من يرتاكب ما دون الكفر والشرك ذلك لأنهم يرون أن الإيمان كل لا يتبعض وأن أحد الأعمال من الإيمان وأن تركها ترك لبعض الإيمان ومن ترك بعض الإيمان فقد ترك كل الإيمان يقول شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله ثم إذا ترك واجبا أو فعل محرما قالوا بنفوذ الوعيد فيه فيجبون تخليد فصاق أهل الملة في النار وهذا قول جمهور المعتزلة والخوارج ولكن الخوارج يكفرون بالذنب الكبير أو الصغير عند بعضهم وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر ويقول رحمه الله قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان وإذا زال بعضه زال جميعه لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق فيكون أصحاب الظنوب مخلدين في النار إذا كان ليس معهم من الإيمان شيء ثم هم ينكرون الشفاعة وكذلك رؤية الله تعالى في الآخرة يقولون بأن الله لا يراه أحد من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة يقول النووي رحمه الله اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وزعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من ثلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين الولاء المطلق والسمع والطاعة للحاكم إذا ما تعلق الأمر بالحكام فلن تجد لدى التيار المدخلي سوى الولاء المطلق والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه وتحريم الثورات والمظاهرات والعمل السياسي العام ضد النظام الحاكم حتى وإن كان هذا الحاكم كافرا كفرا بواحا يوجد لديهم في هذا الكفر برهان فهذه ترهات زعيم المدخلية في مصر محمد سعيد رسلان يصرح بأن الحاكم وإن كان كافرا لا يجوز الخروج عليه اضغط لمشاهدة الفيديو ثم يقول بعدم جواز منافسة السيسي في الانتخابات اضغط لمشاهدة الفيديو وهذا محمد ابن هادي المدخلي ينظم هذه الأبيات مادحا وزير الداخلية السعودي وآل سعود قائلا أما الملوك فهم آل السعود لهم سمع وطاعتهم حتم بقرآن ولا يحل لشخص خلع بيعتهم ومن يخنف عليه إثم خوان يا حارس الأمن بعض الله في وطني الله يحميك في سر وإعلان واستنادا لهذا الأصل الثابت لديهم يعتبرون النصيحة للنظام الحاكم خروجا على ولي الأمر فيفتون بحرمة الخروج عليه بل ووجوب قتل الخارجين على الحاكم حفاظا على النظام العام ويعطون الأنظمة الحاكمة الصلاحيات المطلقة في التصرف في الأموال والقرارات دون أن يجوز للرعية حتى مجرد النصح بل ولها أي الأنظمة الحق في التصرف في الدماء تامعا لما تراه مصلحة بالطبع هذا ما إذا تعلق الأمر بولاة الأمر السعودي ومن يقربون أما الحكام المنتمين إلى الجماعات الصحوية وبخاصة الإخوان المسلمين أو الجماعات الجهادية فهؤلاء لا يجوز سمعا لهم ولا طاعة وفي أفضل حال يدعون اعتزال السياسة في فترة حكمهم اضغط لمشاهدة الفيديو تحريم الاعتصامات والمظاهرات يحرمون التظاهرات والاعتصامات فيقول صالح السحيمي الدخول في هذه المظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية مهما كان الحاكم ومهما كان الظلم ومهما كانت المخالفات فالدخول في المظاهرات عمل يهودي ماسوني ليس من عمل المسلمين ولا يقره الإسلام وليس عليه دليل من الشرع ولا نلتفت إلى من يفتي به من الذين يتسرعون ويبنون قولهم على تحريم المظاهرات ضد من ثبث للعيان طغيانه بدعوى ما يترتب على تلك الثورات من قتل واعتقال دون الالتفات إلى ما يترتب من المفاسد على بقاء هؤلاء الحكام في سدة الحكم بل بدون الالتفات إلى من يقوم بالقتل والاعتقال والقمع الذي يتحدثون عنه هم هؤلاء الحكام الذين يدافع المداخلة عن بقائهم في الحكم ويمنعون الخروج عليهم تعطيل الجهاد وزعم أنه لا بد أن يكون بعد إذن الحاكم لا يقولون صراحة بمنع الجهاد ولكن يعطلونه تحت ذريعة أن المسلمين اليوم دعفاء بالنسبة للعدو من جهة العدة والعتاد فيقولون إن العدو هو من يصنع الأسلحة والمحتكر لها ويرون شرعية الجهاد الصحيح وبشروطه المعتبرة وهي أن يكون المرء على قدرة وبإذن ولي الأمر وهذا المنهج الذي يدعي عدم القدرة على مواجهة العدوان وصد الحكام الكافرين هو عين ما يقول به المداخلة إلى الآن فيقول رسلان ومع ذلك لو توفرت هذه الشروط يقصد شروط الخروج على الحاكم فإنه لا تنزع يد من طاعة ولا يخرج على حاكم متغلب وإن كان جائرا ظالما بل وإن كان كافرا إلا عند امتلاك العدة أم تريدون أن تخرجوا عليه بسكين المطبخ وعصى الراعي اضغط لمشاهدة الفيديو ما حدى الشيخ حسين بن محمود بكتابة مقالة تعريف العامي بالمذهب الجامي والتي جاء فيها فيصرفون الناس عن التبرع للجهاد الأفغاني بحجج كثيرة منها أن الأفغان مشركون قبريون وأن الحرب في أفغانستان ليست إسلامية وأن كثيرا من قادة الجهاد الأفغاني من مختلئ العقيدة ومتورطون معاقوى أجنبية وغيرها من الأسباب التي أدت بالكثير للتوقف عن نصرة الجهاد الأفغاني في سنواته الأخيرة التشنيع على مخالفهم امتاز رموز الطيار المدخلي بدراستهم للحديث وتدريسه فأعملوا منهج الجرح والتعديل الخاص بمعرفة رجالات السند في الحديث أعملوه على كل مخالف ويليتهم أعملوه بأصله بل زادوا عليه قيدهم المتين موقف المخالف من الحكام فامتازوا بالشدة على المخالف والتحذير منه وتضخيم ما يجدون لديه من أخطاء ولم يكتفوا بهذا فأصبحت المرتكزات الاجتماعية للتيارات الصحوية في مرمى تشنيعاتهم من جمعيات تحفيظ القرآن والمكتبات والمخيمات الصيفية والأناشيد الإسلامية كما في كتاب أحمد الظهراني وأحمد بازمول الذي جاء بعنوان الانتقادات العلنية لمنهج الخرجات والطلعات والمكتبات والمخيمات والمراكز الصيفية وبالطبع كانت جماعة الإخوان المسلمين على رأس قائمة التشنيعات وفي مقدمتها السيد قطب لكلماته التي أنارت الطريق لكثير من الشباب الذين التحقوا بالجماعات الجهادية فلم يقدموا على نقد ما تبين من أخطاء قطب باعتباره بشر يصيب ويخطئ ولم يزنوها نسبة إلى ما أصاب من كلماته ولكن زادوا على ذلك فتأولوها وفي هذا جاء رد الشيخ بكر أبو زيد في رسالة وجهها لربيع ابن هادي المدخلي حول بعض كتابات المدخلي وتحامله المعلن على سيد قطب رحمه الله وتذكيره بما يجب أن يكون عليه النقد الحق وافتقاد منهج المدخلي إلى أمانة النقل والعلم وخلوه من أصول البحث العلمي كما نفى عن كتابه أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة العرض الفصل الثاني مآلات التوظيف وقراءة في توصيات مراكز الأبحاث الغربية مآلات توظيف السلفية المدخلية ومدى خطورتها ينذر التمدد المتصاعد للفكر السلفي المدخلي في المشهد السياسي والأمني والاجتماعي في الدول الإسلامية والعربية بحالة من الاحتراب الداخلي في تخط واضح لذور التيار في المجال الديني إلى ما هو دونه من الأدوار الأمنية والمخابراتية وحمل السلاح وقتال بل واغتيال قادة العمل الإسلامي وإذا ما أضفنا إلى هذا المشهد المدطر بارتباطات التيار الإقليمية واصطفافه الدائم في معسكر الأنظمة وفي مواجهة الشعوب فإننا بصدد التعامل مع حالة عداء عسكري لا محالة ما ينذر بخلخلة المشهد الإسلامي واجتذاب الصراع بين الحركات الإسلامية والأنظمة إلى صراع داخلي بين الحركة يشارك فيه عموم الشعب بوعي أو بغير وعي اضغط لمشاهدة الفيديو أولا إباحة دم المسلمين والاغتيالات التيار المدخلي في ليبيا تحت رعاية حفتر ولئن كان هذا الذي يحدث من السجالات الفكرية في المشهد الإسلامي يعطل مسير الحركات تجاه أهدافها وسعيها للتحرر إذانا بعودة الدور الريادي للأمة الإسلامية فإن الأدوار التي أوكلت إلى التيار المدخلي في الساحة الليبية تأذن بتعطل كامل المسير في حرب إبادة لأي هوية إسلامية سوى التي يمثلها المداخلة حيث بدأ التيار عمله داخل الساحة الليبية برسالة وجاهها ربيع المدخلي إلى أتباعه أثناء الربيع العربي جاء فيها إن الإسلام لكمال هديه وكمال حكمته يمنع الخروج على الحكام وما يؤدي إلى الخروج ويأمر بالنصيحة والموعظة الحسنة النافعة بالطرق الحكيمة البعيدة عن الإفساد والمفاسد وبهذا ابتدأ التيار في ليبيا رحلته للاستفاف في معسكرات النظام وفي مواجهة الشعب فمنذ انطلاق عملية الكرامة كان التيار المدخلي في الخدمة يدعم ويقدم الولاءات ففي مدينة بنغازي ظهرت كتيبة التوحيد السلفية بقيادة عز الدين الترهوني والكتيبة السلفية بقيادة أشرف الميار كما حصل محمود الورفلي المطلوب من محكمة الجنايات الدولية والمتورط في تصفية مئات الأشخاص على موقع قيادي في العملية المذكورة ولم تكن بنغازي هي نهاية المطاف بل كانت هي البداية فحسب ففي الجنوب كانت كتيبة سبل السلام على الموعد ولم تتأخر في التماهي مع القوات الحفترية وتنفيذ الخطط التي أعدها ولي الأمر الشرعي حسب زعمهم خليفة حفتر وكان هذا نتيجة الفتوى التي أصدرها ربيع المدخلي بوجوب القتال إلى جانب قوات الكرامة في بنغازي والتي أكد فيها أن على السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين وغيرهم فالإخوان المسلمون أخطروا الفرق على الإسلام وهم من أكذب الفرق بعد الروافض وإذا هجم الإخوان على بنغازي فعلى السلفيين أن يلتفوا لصد عدوانهم ولا يمكنوا الإخوان من بنغازي الإخوان يلبسون لباس الإسلام وهم أشدوا على السلفيين من اليهود والنصارى انتهى كلامه وبهذا أسدى المداخلة جميلا لقوات حفتر إذ وفروا لهم الغطاء الديني والتبرير الشرعي ما زاد من ثقل الحمل في مواجهة هذه القوات حيث أصبحت مواجهتهم تتطلب إقناع الناس أولا أن هذا ليس هجوما على الإسلام وما هو بخروج على ولي أمر شرعي لا يجوز الخروج عليه وجاء هذا إثر فتوى المداخلة بأن حفتر ولي أمر تجب طاعته واعتبروا حربه مقدسة موافقة للكتاب والسنة وأن من يقاتله هو خارجي مارق وبرغم ما شكلته فتوى ربيع المدخل بوجوب القتال إلى جانب قوات الكرامة في بنغازي من افتتاح سجل القتل والاغتيالات بزعم أن خطر الإخوان على الإسلام يفوق خطر اليهود والنصارى على السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين وغيرهم فإن الإخوان المسلمون أخطروا الفرق على الإسلام إلى أن تلك الفتوى لم تكن النقطة الدموية الوحيدة في سجلات المداخلة الحافل بالدماء في ليبيا ففي نفس السياق تشير الأدلة بعد اعتراف المنفذين بضلوع المداخلة في خطف واعتقال وتصفية عدد من المحسوبين على طيار المفتي الصادق الغرياني بينهم الشيخ نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية والذي أثارت حادثة صصفية الرأي العام مما اضطر المداخلة لنفي التهمة عنهم رغم اعتراف المنفذين بكامل تفاصيل العملية ولم تكن حادثة اغتيال العمراني وأصحابه استثناء فلقد أعلن وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق عن مسؤولية الشيخ قجة الفاخري الذي قاتل في صفوف قوات حفتر على إثر دعوة ربيع المدخل أتباعه للقتال في جانب قوات الكرامة عن تنفيذ مذباحة الأبيار في بنغازي والتي قتل فيها ثمانية وثلاثين مدنيا أما محمود الورفلي دس جل اللحافل بجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان والذي كان لا يتورع في نشره إجرامه وما يقوم به تصفيات على صفحات التواصل الاجتماعي كانت مرجعيته نصوص استمدها من أدبيات المداخلة وكبار منظريها والتي كانت تصاحب دائما الفيديوهات التي كان ينشر فيها ما ينفذه من تصفيات ولم تتوقف جرائم المداخل على مخالفهم من الجماعات الإسلامية فلقد امتدت يدهم إلى العوام ففي الكفرة قاموا بقتل رجل والاعتداء على زوجته اضغط لمشاهدة الفيديو أما في مصر شهد اعتصامي ربعا والنهضة خروج التيار المدخلي عن صمته الذي التزمه تزامنا مع تولي الإخوان حكومة مصر وعلى غير عادة التنظيم في الولاء للحاكم بوصفه ولي أمر أو حتى حاكم متغلب لم يكن الإخوان أولاة أمر شرعيين لدى التنظيم ولكن ما إن حانت الفرصة للتيار المدخلي وظهرت بوادر ضعف حكومة الإخوان أمام الجيش الذي استولى على السلطة قدم المداخلة أوراق اعتمادهم لدى الحكومة الجديدة حيث حرد محمد سعيد رسلان جنود السيسي على المتظاهرين كرداسة ولم يأتي على ذكر ما تعرضت له أهل كرداسة من تضييقات وصل حد الحصار ناهك عن تصريحاته بأن السيسي ولي أمر لا تجوز منافسته ولا يجوز الخروج عليه اضغط لمشاهدة الفيديو ثانيا الويشاية بالعلماء عند الحكام سعوا إلى الويشاية على الدعاء ورفع التقارير فيهم للحكام فقد سئل عبد العزيز العسكر عن حكم العمل مع المباحث في شريط مسجل بصوته فقال وماذا يديرك لو عملت في المباحث وقمت بحماية الدولة من المفسدين والخارجين ومنهم من كتب رسالة بعنوان التنظيم السري العالمي بين التخطيط والتطبيق في المملكة العربية السعودية حقائق ووثائق قدموها إلى وزير الداخلية السعودية آنداك نايف بن عبد العزيز جاء فيها التحذير من تنظيم ينشط في الساحة السعودية جاء في وصفه أنه ما ينشط إلا بغية الوصول إلى الحكم لإقامة الدولة الإسلامية التي ينشدونها وتابعوا تقريرهم بدعوة الأمير نايف لاعتقال كل داعية لا يرضخ لآل سعود أو يعترض عليهم ومعاملة كل معارض للسلطة بذات الحزم الذي اتخذه نايف ضد سلمان العودة وسفر الحوالي مع غيرهما ممن يسيرون على منهجهما بدعوة أن في ذلك خيرا كثيرا ثم دعا التقرير ولاة الأمر السعوديين لإغداق الأموال على أنصار ورموز التيار المدخلي وتدليل كل من يعترضهم من معوقات وإطلاق يدهم في مواجهة كل معترض على ما أسموهم ولاة الأمر الشرعيين بدعوة أن ذلك يساهم في الحفاظ على جيل الناشئ من الأفكار الصحويين الخارجين على الحكام وينتهي التقرير بمدح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار الأفكار التي تتصادم مع رؤية الدولة وذلك بمنع النشاطات الإسلامية ودراسة الكتب المطروحة في الأسواق المصرية وإصدار منع لكل كتاب فيه محاولة لتشويه صورة الإسلام حسب رؤيتهم ودعوة الحكومة السعودية لحذو هذا النحو ثالثا إسقاط رموز العمل الإسلامي ولا إن كان المنهج المدخلي وبخاصة في الجرح والتعديل الذي لم يقصره المداخلة على رجال الإسناد وأطلقوه في الحكم على الأشخاص في المجال العقدي والفقهي بل وحتى الفكري دون اعتبار لمسائل الخلاف السائغ وغير السائغ لا يشكل في حقيقاته خطرا داخل الوسط الديني وطلبة العلم والعلماء لما تملكه تلك الفئة من أدوات للنقد والحكم على الأقوال إلا أن أخطرهم يكمن في التشويش على العامة وصغار العلم وعلى المسلمين الجدد فعامة الناس تثق في من سمتهم الالتزام بالهدي النبي في مظهره فيأمنونهم على الرأي والفتية فيستغل المداخلة هذه الثقة من العوام لنشر أفكارهم وأقوالهم التي انتقدها أهل العلم كما بينا فينشأ الناس على تكثير وتبديع وتفصيق العلماء وطلبة العلم والمجاهدين والدعاء وعلى تقديس الحكام والولاء المطلق لكل متغلب كذلك يتساهل الناس في الحكم على العلماء بل في إطلاق أوصاف يترتب عليها أحكاما شرعية تحل الدماء والأموال وحتى وإن لم يقتنع الناس بأحاديث المداخلة وتجريحهم إلا أن ثقتهم في العلماء تتهاوى وتسقط هيبة العلماء من أعين الناس من كثرة ما سامعوا عنهم من المداخلة أو نتيجة لفحش أقوال المداخلة في مخالفهم يظن الناس بوجود صراع داخل الوسط الإسلامي أو وسط الملتزمين كما يطلق عليهم صراع يبيح الطعن واللعن والثاحش البديء من القول رابعا إظهار المنهج الإسلامي كعدو للثورات سئل الشيخ ربيع المدخل عن حكم الخروج في المظاهرات والقيام بالثورات وتربية الشباب عليها فأجاب أنها من منهج ماركس ولينين وأمثالهم وليست من مناهج الإسلام الثورية وسفك الدماء والفتن والمشاكل مذهب ماركس ولينين والإخوان المسلمون ضموه إلى مذهب الخوارج وقالوا إسلام وأن الإسلام بريء من هذا فالله تعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهو يرى أن هذه الأحداث تؤدي إلى مزيد من القتل وسفك الدماء فضلا عن خراب الديار والبلاد اضغط لمشاهدة الفيديو وعلى هذه الردود وغيرها الكثير من المواقف الصريحة في العداء للثورات تربى المداخلة وأشاعوا هذه الأفكار في الناس وزعموا أن هذا هو منهج السلف بينما تلك الثورات هي من أعمال الاشتراكيين أمثال ماركس ولينين وللأسف فكثير من الناس يخلط بين آراء هؤلاء المداخلة وبين المنهج السلفي الإسلامي وما كان عليه السلف من التابعين والصحابة فيقتنع الناس أن الإسلام منهج يقر الطغاة على طغيانهم ويحكم ببقاء الناس تحت وطأة الظلم والطغيان ولا يجوز لهم تغيير هذا المنكر بزعم أن هذا الطاغية أو ذاك ولي أمر شرعي لا يجوز الخروج عليه وكأنه ما جاء في القواعد الفقهية أن التصرف على الرعية منوط بالوصلحة وكأن الصديق ما قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت ورسوله فلا طاعة لي عليكم خامسا خطورتهم في أوروبا وعلى المسلمين الجدد ولئن كان الإنسان حديث عهد بفكرة غير ملم بعد بأبعادها ومبادئها وأصول الخلاف داخلها فكثير ما تنازعه نفسه إلى ما كانت عليه وما ألفته فكيف إذا ظهر له الخصومة والتفسيق والتبديع بل والتكثير والتحريض بين معتنقي الفكر الذي ذهب إليه لذا فإنما يقوم به المداخلة من إظهار أن الإسلام لا يسع المخالف في فروعه بل في الإجتهادات التي لم ينص على قطعية الحكم فيها نص شرعي لهو من أول ما ينفر كل حديث عهد بالإسلام يطلع على هذا الفكر الضيق في التعامل مع الشريعة رغم أنها ذات الشريعة التي اختلف كبار أئمتها في بعض اجتهاداتهم ولم يبدع أحدهم الآخر يقول الشيخ نبيل العوضي مستحضرا خطورة هذا الفكر خطورتهم في أوروبا يتصيدون المسلمين الجدد حيث ارتد مسلم بريطاني حديث الإسلام بعدما سمع منهم هجومهم على العلماء والدعاة ويقول الشيخ الحويني لدرجة أنهم ذهبوا لكندا ليس للدعوة إلى الله أو نشر الإسلام وهداية الناس بل ذهبوا ليحذروا الناس من الدعاة والعلماء الذين لهم جهد مشكور على الساحة الإسلام في كندا غريب والناس بعيدين كل البعد عن الإسلام هناك عدد كبير من المسلمين وولدوا في كندا ليس له من الإسلام إلا الإسم فعند توجه البعض من هؤلاء المسلمين للإسلام نتيجة جهد سنين من الدعاة يخربه هؤلاء الجامية في أيام مراكز الأبحاث الغربية وأقوالها في الاستفادة من المداخل تحت عنوان سارقة دفتر خطط القاعدة نشر مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت واحدة من أخطر دراستها على الإطلاق فيما يتعلق بمواجهة الجهاديين وطريق القضاء عليهم جاء فيها العديد من التوصيات باستخدام التيار المدخلي لضرب التيارات الجهادية حيث يعد هذا التيار هو الأنسب للإدارة الأمريكية لتقديم الدعم له من أجل القضاء على الجهاديين والذين أطلقت عليهم الدراسة جميعا لفظ القاعدة حيث جاء فيها يمكن للولايات المتحدة أن تمول بتحفظ بعض الشخصيات السلفية الرائجة كالمدخلي فذلك الشخصيات تعتبر أكثر فعالية في امتصاص دعم الجهاديين والذين لا يدعون إلى العنف ربما أفضل استراتيجية على المدى القريب هي الضغط على حكومات الشرق الأوسط لإيطاحة المزيد من المشاركة والرؤية السياسية للمجموعات المهددة من قبل الجهاديين من الضروري بمكان ألا يظهر تورط الولايات المتحدة في هذه العملية انتهى ونقل التقرير عن نشأة التيار ودوره قديما في السعودية ما أهله لهذه المهمة الجديدة يقول في تسعينات القرن الماضي كان للمدخلي تأثيرا كبيرا في المملكة العربية السعودية جزء كبير من هذا التأثير استمده من دعم الحكومة السعودية له فأثناء حرب الخليج الأولى وبعدها واجهت الحكومة السعودية انتقادات حادة من قادة الصحوة ناشطين سياسيين وهابيين لأنها سمحت للقوات الأمريكية التمركز في أراضي المملكة وكان هناك الكثير من مناصر أولئك القادة خاصة في أوساط الشباب ولكبح جماحهم وفي خطوة نحو مهادنة سياسية اعتقلت الحكومة السعودية قادة هذه الحركة ودعمت المدخلي الذي أيد النظام الحاكم بقوة والأهم من ذلك كانت خطوة فعالة في جذب المجندين المحتملين في حركة الصحوة ولا سيما بين الشباب انتهى كما ذكر الدكتور جيمس ام دورسي الزميل في مدرسة راقا راتنام للدراسات الدولية والمدير المشارك لمعهد فورتسبورغ للثقافة في سياق حديثه حول أزمة الخليج بين السعودية والإمارات وقطر وبحث تداعياتها على الشرق الأوسط والعالم الإسلامي دور المداخلة في تلك المعركة اعتمادا على تاريخهم في الدول العربية بشكل عام والمملكة السعودية بشكل خاص يسعى المدخليون بقيادة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي إلى تهميش المزيد من السلفيين السياسيين الذين ينتقدون المملكة العربية السعودية من خلال إبراز أنفسهم كدعاة للسلفية الحقيقية في عالم يعمه الإنحلال الأخلاقي وهم يدعون إلى الطاعة المطلقة للحكام واعتزال السياسة ولهذا تسامح معهم معمر القدافي خلال حكمه غالبا ما يكون المدخليون قوة موثيرة للانقسام في المجتمعات الإسلامية وكثيرا ما يسعون إلى عزل أو قمع أولئك الذين يتهمون من قبلهم بالانحراف عن الإيمان الحقيقي انتهى كلامه كيف يجتدمون الناس لدعوتهم يوضح ستيفن لاكورا في كتابه زمن الصحوة الطريقة التي اتبعها المداخلة لإيجاد موطئ قدم لهم في الساحة الإسلامية ونشر دعوتهم بين أوساط الإسلاميين وداخل المجتمع السعودي حيث كانت نشأتهم يقول حيث وضعت تحت تصرفهم أموالا ونفوذا إذاريا بمساعدة وزير الداخلية بن نايف ما ساعدت تيار على اجتذاب المهمشين وبهذا صارت تيار المدخلي هو سلم الوصول إلى الفضاءين الاجتماعي والديني حيث سمح النفوذ الإداري الذي تمتع به التيار ورموزه من إيجاد واسطة للالتحاق من إيجاد واسطة لالتحاق المقيمين من غير السعوديين بالجامعة الإسلامية التي تولى عمادة كلية الحديث بها الشيخ الجامي نفسه وكانت نامده أبرز مدرسيها في حين كانت السعودية تمنع غير السعوديين من الالتحاق بالجامعات ومن أبرز المنضمين للتيار عن طريق هذه التسهيلات هو أسامى عطايا الفلسطيني أو كما أطلق على نفسه أبو عمر العتيبي والذي ألف فيما بعد صد عدوان الصهاين المعتدين على آل سعود أسرة الجهاد والمجاهدين لم يكن التيار المدخلي موطن الجذبي للمقيمين من غير السعوديين فقط بل لكافة الطوائف المهمشة اجتماعيا في المملكة كالمنضمين من الأطراف المهمشة اجتماعيا كمنطقة جازان المتاخمة لليمن بل وحتى أولئك الذين لم يحظوا بفرصة للارتقاء والظهور داخل المجال الديني وجدوا تلك الفرصة في التيار الجامي وما فتح له من أفق الانتشار والتأثير وبعيدا عن دعم الحكومة السعودية للمدخلي والجامي وتيارهما الناشئ فلقد زاد من شعبية التيار بين فئات الشباب استخدم أشريطة كاسد لنشر أفكاره بالإضافة إلى عمله الدؤوب على تسوية سمعة خصومه فكانت إحدى تكتيكاته المفضلة إطلاق لقب القطبيين على الجهاديين بدلا من السلافيين وذلك لوجود توافق بينهم وبين المناهب السياسية لسيد قطب المفكر الجهادي الرائد الذي أعدم من قبل الحكومة المصرية في الستينيات وبهذا جردهم من شرعية إطلاق اسم السلافية عليهم مستبدلا بذلك فكرة أنهم مجرد أعضاء في طائفة منحرفة بالإضافة إلى ذلك استغل المداخلة مكتبات المساجد والأنشطة الشبابية من مراكز صيفية ومعسكرات وفرق الكشافة والجوالات والدخول في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتقرب من الشباب وكسبيل لاجتذاب بعضهم ونشر أفكار مذهبهم فيهم الفصل الثالث قائمة بأهم الردود على مرتكزاته الفكرية أقوال أهل العلم في مذهب وأصول التيار المدخلي وحيال ما آل إليه التيار الجامي صرح كثير من كبار العلماء الذين عاصروهم بموقفهم من المذهب المدخلي بل وحقيقة نسبته إلى السلافية ودعوى أنهم وحدهم من يمثلون السلافية في حين أن السلافية ما هي إلا منهج ورؤية تقوم على الإجتهاد لمن هو أهل له لمعرفة مقصود الشارع بحسب ما كان عليه السلاف الصالح بتطبيق ذات الطريقة التي كان يتبعها الصحابة والتابعون من بعدهم وما صار عليه أئمتنا الكرام لذا فمن اجتهد في سلوك طريقهم فهو سلافي أيما كانت الجماعة التي ينتمي إليها وهذا رأي الشيخ محمد المنجد في التيار المدخلي ورؤيته لخطر المداخلة على الإسلام اضغط لمشاهدة الفيديو وهذا رأي الشيخ عبد العزيز الطريفي وهذا رد العلام الفوزان على دعوة أن المداخلة هم حاملي راية الجرح والتعديل بأن الجرح والتعديل في الإسناد وفي علم الحديث وهذا أهله ماتوا ولا يوجد أحد فيما يعلم الشيخ من علماء الجرح والتعديل وأضاف أن من يدعي أنه حامل لراية الجرح والتعديل قد يكون من علماء الغيبة والنميمة فهذا موجود ممن يجرح الناس ويغتاب الناس هذا ما هو بالجرح والتعديل اضغط لمشاهدة الفيديو كما وصف الشيخ الفوزان كلام ربيع المدخلي بالكذب بالرغم من ذكر اسمه صريحا وبخصوص منع المظاهرات ومنع الخروج على الحكام الكفرة بدعوى عدم القدرة أو مخافة الهلاك فيقول الشيخ الحيدان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء السعودي بأنه يرى في مذهب مالك أنه يجوز قتل الثلث ليسعد الثلثان فلن يقتل من سوريا ثلثها إن شاء الله قال الشيخ نبيل العوضي هذه جماعة تهدف إلى شق صف المسلمين وبذر الفتنة بينهم ويرد على دعواهم برمي مخالفيهم بأنهم من الخوارج وتوضيح ما يستند إليه منهجهم اضغط لمشاهدة الفيديو وهذا قول الحويني فيهم وبيان خطأ طريقتهم في الحكم على العلماء بل ويوضح الخطر الذي يمثلونه على المسلمين الجدد في أوروبا وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن شريط لداعية يدعو إلى التحذير من سماع أشريطة الدعاة أمتل الشيخ سلمان العودة وسفر الحوالي وغيرهم بدعوى أنهم أصحاب بضعة وضلال وأنهم أظل من مبتدعة العصور الماضية فرد الشيخ بالآتي يقول هذا غلط فلا ينبغي أن يسمع هذا الشريط ينبغي أن يتلف مثل هذا لا ينبغي أن يسمع له ولا يتكلم فيه ولا ينشر عنه نسأل الله العافية الله يهدي الجميع وهنا رأي مجموعة من أهل العلم في منهج المداخلة وتبديعهم وتفسيقهم للعلماء وشدة المغالات في تتبع زلات كل عالم والإدعاء أن هذه الزلات هي الأصل وترك كل منهج العالم أمام زلة لا يخلو منها بشر اضغط لمشاهدة الفيديو وهنا تجد تحذير صالح الحدان اللجنة الدائمة للإفتاء من منهج ربيع المدخل اضغط لمشاهدة الروابط الرد على أساس مذهبهم فلقد وقع المداخلة في إشكالية عظيمة عندما أطلقوا الولاء للحاكم بلا قيد وتبرأوا من كل من خالف منهجهم ثمهم لا يرون حارجا في الاستعانة بغير المسلمين على قتال المسلمين بل ويصرحون بذلك بلا أي مواراة وتمتلئ أدبياتهم بتلك الأطروحة فبهتت لديهم قضية الولاء والبراء ناهيك عن تفريطهم في قضايا مصيرية مثل قضية الصلح مع اليهود بل والهجوم الضاري على من لا يرى جواز الصلح أو الاستعانة بالمشركين تحريم الخروج على أي حاكم يجيب ربيع بن هادي المدخل على سؤال حول الخروج على الحاكم الفاسق فيقول الخروج على الحاكم المسلم لا يجوز بحال من الأحوال اضغط لمشاهدة الفيديو فيما يرى سعيد رسلان أن الخروج على الحاكم وإن كان كافرا فهو أيضا غير جائز بدعوى الاستضعاف وعدم التمكين فيقول متهكما أم تريدون أن تخرجوا عليه بسكين المطبخ وعاص الراعي وللرد على هذا يجب أولا التفريق بين الحال التي يكون عليها الحاكم فالحاكم إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا سواء أكان كفرا أصليا أم طرأ عليه كفر عندنا فيه من الله برهان والحاكم المسلم إما أن يكون مقصطا قائما بدين الله مدافعا عن حدوده مجتنبا نواهيه وإما أن يكون ظالما ظلما لا يخرجه من دائرة الإسلام أولا الحاكم المسلم القائم بنين الله وهذا لا خلاف شرعا ولا عقلا في تحريم الخروج عليه بل وقيتال من نازعه الأمر فعن عزفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عاصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم ويخرج عن هذا من عانى نقص الكفاءة بعجز عقلي فيطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة كالجنون أو العمى أو الصمم أو البكم أو سيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه وهذا ما ينحل به عقد الإمامة فينعزل الإمام في هذه الصور جميعا ثانيا الحاكم الكافر وفيه قد جاء إجمع الأئمة على الخروج عليه وعدم طاعته على ما نقله ابن المنذر والقاضي عياد والنووي وابن حجر وإذ لا يجب أن يكون لكافر سبيلا على المؤمنين كما أمرنا الله بطاعة أولي الأمر منا وهذا الحاكم الكافر ما هو إلا منا ما هو منا ولا نحن منه ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فنقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرح هذا الحديث عن القاضي عياد الإجماع على الخروج على الحاكم إن كفر قال القاضي عياد أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر إن عزل وقال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال القاضي عياد فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعه خرج عن حكم الولاية وسقط الطاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحقق العجز فلم يجب القيام ويهاجر المسلم عن أرضه ويفر بدينه وقال الحافظ ابن الحجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري إنه أي الإمام ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض وهذا إن كان الحاكم كافرا كفرا أصليا أم طرأ عليه كفر فقد جاء في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه وفي رواية عند الإمام أحمد وابن حبان من رجع عن دينه فاقتلوه فهذه الأحاديث تأمر بعدم طاعته وتأمر بالخروج عليه وعزله وقتله ولو زعم أنه مسلم إذا ظهرت عليه علامات الكفر وهنا يجب أن نحدد ما هي العلامات التي تظهر على الحاكم فيقال بكفره أولا أن لا يحكم بما أنزل الله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثانيا أن لا يرضى بالرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع ويرضى بالأحكام الوضعية ثالثا موالاة اليهود والنصارى أو موالاة أي كافر أو مشرك رابعا الردة عن الدين بمشاركة الكفار أو المشركين في طقوسهم الدينية فيفعل مثل فعلهم أو يرتدي صليبا أو يسجد لصنم أو يتهود خامسا أن يترك الصلاة أو لا يدعو لإقامتها لحديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة سادسا أن يحل ما حرم الله ورسوله ويحرم ما أحل الله ورسوله وهذا من القضايا المجمع عليها عند أئمة المسلمين كإباحة الربا والخمر وكاستحلال دم المسلمين بغير حق ولمجرد مخالفة ذلك الحاكم ونظامه وكتحريم الجهاد بحجة أنه إرهاب وتعطيل الحدود الشرعية بزعم عدم توافقها مع ما أتت به القوانين والحضارات الحديثة ثالثا الحاكم الجائر ولم يتعدى ذلك إلى الخروج عن دائرة الإسلام وهنا يجب تحرير محل النزاع أولا إذ أن الحديث هنا عن حاكم مسلم لم يتلبس بفعل من الأفعال الست السابق ذكرها فهو مؤمن يقيم الشرع لا يوالي الكافرين ولا المشركين ولم يترك إقامة الصلاة ولا الدعوة إليها ولا يحل حراما ولم يحرم حلالا ورغم هذا فالمسألة محل خلاف عريض بين العلماء والأئمة وهنا يجب أن يثبت المداخلة أولا وجود حاكم في هذا الزمان لم يقع في فعل من هذه الأفعال الست لننتقل بعدها إلى محل النزاع وفي محل النزاع أقسام أولا أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين يقول الشريف الجرجاني في شرح المواقف الجزء الثامن الصفحة 353 يقول وللأمة خلع الإمام وعزله بسببين مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين فيمكن أيضا أن يقع الخلاف في تعيين أدنى المضرتين فكل يعمل بما يراه فيما بينه وبين الله فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخر وعلى مثل هذه الأمور الإجتهادية يحمل اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في زمنهم أي أن الأمر مرتبط بتعيين أخف الضررين أهو في عزل هذا الإمام المسلم الذي وجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين أو انتكاس أمور الدين أم في الاكتفاء بالنصح له ووعظه وتذكيره بالله ثانيا أن يرتكب فسقا مقتصرا على نفسه وحكمه أنه لا ينعزل به بنفسه ولكنه يستحق العزل فعلى الأمة أن تعزله إلا أن تترتب على العزل فتنة قال في الدر المختار باب الإمامة يكره تقليد الفاصق ويعزل به إلا لفتنة وقال ابن عابدين تحته قوله ويعزل به أي بالفسق لو طرأ عليه المراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفا ولذا لم يقل ينعزل ثالثا أن يرتكب فسقا يتعذى أثاره إلى أموال غيره بأن يظلم الناس في أموالهم ولكنه يتأول في ذلك بما فيه شبهة الجواز مثل أن يحمل الناس الجبايات متأولا فيها بمصالح العامة وحكمه أنه لا ينعزل بذلك وتجب طاعته ولا يجوز به الخروج عليه رابعا أن يظلم الناس أموالهم وليس له في ذلك تأويل ولا شبهة جواز وحكمه أنه يجوز للمظلوم أن يدفع عنه الظلم ولو بقتال ويجوز الصبر أيضا بل ويؤجر عليه وهنا يجب التنبيه إلى أن هذا القتال ليس للخروج عليه بل للدفاع عن المال فلو أمسك الإمام عن الظلم وجب الإمساك عن القتال وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعا للظلم عن نفسه أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا المظلوم ضد الإمام اختلفت فيه عبارات القوم فذكر في فتح القدير أنه يجب على غير الظلم أن يعين هذا المظلوم والمقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جوره وذكر في جامع الفصولين والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم ووفق ابن عابدين بين القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه وإلا فلا وأما كون الصبر أولى في هذه الحالة فهو لحديث حذيف بن اليمن رضي الله عنهما أخبر فيه عن آئمة الجور وفيه قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وهنا دقيقة يجب الالتفات إليها إذ أن المراد من قوله عليه السلام فاسمع وأطع ناهيه عن الخروج وأما القتال لدفع الظلم فجوازه مبني على الأحاديث التي تبيح القتال عن النفس وعن المال وتركه أولى استبراء للدين من أن يكون خروجا على حاكم مسلم خامسا أن يرتكب فسقا متعديا إلى دين الناس فيكرههم على المعاصي وحكمه حكم الإكراه ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكما وحينئذ يلحق هذا القسم بالكفر البواح فيجوز الخروج بشرط قطعية الكفر وأن يكون صدوره منه قطعيا كرؤية العين ولا يكتفى في ذلك بالروايات الظنية انتقاس العلماء وسبهم بدعوى منهج الجرح والتعديل ويرتكز منهج المداخلة في الحكم على الناس على ركزتين الأولى إبطال منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات فهم يرون أن الرد على المخالف يستوجب ذكر مساوئه فقط ولا يجوز ذكر شيء من محاسنه لأن هذا يستلزم التزكية له والرفع من قدره ومنزلته وهذا أمر لا يجوز وفيه قد جاء في كتاب ربيع المدخلي المحجة الميضاء في الذب عن السنة الغراء بعدما ذكر ما يراه من مفاسد في منهج الموازنات وبهذا القول والتقرير يسقط المذهب المبتدع المخترع مذهب وجوب الموازنات بين الحسنات والسيئات وبهذا من ثبتت له سيئة محيت حسناته ووجب تحذير الناس منه ومن منهجه النقطة الثانية أن من حكم عليه رموز المنهج وبخاصة المدخلي بأنه حزبي أو سروري أو قطبي أو ضال مارق أو من كلاب أهل النار فقد وجبت فيه الكلمة ولا يجوز بحال من الأحوال التلقي عنه أو مجرد منحه ولو في جزئية معينة كمنح أسلوبه أو تمكنه في فنه أو غير ذلك لأن ذلك يعتبر تزكية له وهنا سيتركز ردنا على ثلاث نقاط أولاً الرد على منعهم الموازنة بين الحسنات والسيئات ثانياً آثار هذا الغلو على انتشار المنهج الإسلامي وعلى عوام الناس وأخذهم من العلماء ثالثاً انتشار التباغض والتحاسد نتيجة الظلم في الحكم منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويثرك إلا صاحب هذا القبر يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذا فكل إنسان معرض للخطأ والموقف في هذا إن ظهر من شخص خطأ فالواجب سماع حجته فإن كان متأولاً فيرد عليه بالدليل الصحيح وما يبين خطأ تأويله فإن تبين أن الحق معه وجب الإذعان إلى اجتهاده وإن كان رأيه فيما يساع فيه الخلاف ولديه من الأدلة ما يدعمه فكل بحسب اجتهاده وما تراء له ولكن بعد النقاش فإن تبين خطأه وأصر على رأيه فحينها وجب التحذير من قوله لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز لكن بدون الانتقاص من قدره ولا من علمه ولا مما صح فيه اجتهاده فكيف إن كان هذا الذي وقع في الخطأ عالم من أهل الاجتهاد ممن يعتبر اجتهاده ويحتج بقوله يقول الشيخ ابن عثيمين في مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات لكن هل من جزاء العلماء الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيل العلم ولم يدخروا وسعا في نشره بين الأمة أنهم إذا أخطأوا خطأا واحدا أن ينشر خطأهم ويسكت عن محاسنهم ليس من جزائهم وليس هذا من العدل ولا من القسط بل العدل أن توازن بين الحسنات والسيئات فإذا رجحت الحسنات على السيئات فالإنسان من المحسنين هذا إذا تقاربت السيئات مع الحسنات فكيف إذا كانت السيئة واحدة في مقابل آلاف الحسنات لكن بعض الناس والعياذ بالله يتخذ من الخطأ الواحد ذريعة للسب والقيل والقال ويضيف إلى هذه السيئة سيئات أخرى انتشار التباغض والتحاسد نتيجة الظلم في الحكم وماذا ستكون نتيجة الظلم وضحض الحق والغلو في التجريح والرمي بأشنع الألفاظ وأكثرها قسوة وترك كل المناقب والحسنات نتيجة سيئة أو خطأ بل والافتراء وترك ما صححه المخالف والإصرار على أن هذا ما زال قوله الذي يأخذ به واحتقاره لخطأ أو سيئة سوى انتشار البغضاء والكره والتدابر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دامه وماله وعرضه رواه مسلم بل إن هذا لربما يكون سببا في الإفلاس يوم القيامة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا ذرهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ولهذا جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آدنته بالحرب آثار هذا الغلو على انتشار المنهج الإسلامي وعلى عوام الناس وأخذهم من العلماء وإذا أطلق هؤلاء ألسنتهم في العلماء بالغلو في الجرح ففي من يثق العوام ومن أين يأخذ الناس فتواهم وعن من يأخذون العلم وفي من يثقون ويأمنون على دينهم ومن يذلهم على الحلال والحرام والخير والشر ومن تبعات هذا خلو الساحة من المتأهلين للفتوى وتصدر أمور الناس فيتصدر من ليس أهلا لها وهذا يكفي في بيان خطره حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا فيقول ابن عثيمين رحمه الله مستحذرا توابع هذا الغلو والتشنيع والتجريح في العلماء وليعلم هذا الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق فيكون وبال رد الحق وإثمه على هذا الذي جرح العالم لأن جرح العالم في الواقع ليس جرحا شخصيا بل هو جرح لإرث محمد صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ورثث الأنبياء فإذا جرح العلماء وقدح فيهم لم يتق الناس بالعلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يثقون بشيء من الشريعة التي يأتي بها هذا العالم الذي جرح طرق مواجهة التيار المدخلي والتصدي له ولئن كان التيار المدخلي يصدر في كلماته ومواقفه ويزعم أن قولهم هذا هو أئمة السلف فمن العقل والمنطق مواجهتهم في الميدان الذي نشطوا فيه وأوشكوا أن يلبسوا على الناس دينهم فيه ولا من أول ما يجب مراعاته في هذا هو تحذير الناس من اتماع الهوى وبيان آثاره على تصورات الإنسان ومعتقداته ودوره في إحداث الفرقة بين المسلمين وإضعاف صفهم فضلا عن الحيد عن مراد الله كذلك الرد العلمي المتين الموثق على شباههم وضحض حججهم ولا تفرغوا لهم ساحات العلم فيخلوا بالناس فيسلمون لهم عقولهم ليزرعوا فيها منهجهم وتنفيذ مظاهر الغلو الذي اتبعوا وبيان آثاره ومقتضياته وتحذير الناس من هذا المنهج ونشر أقوال أهل العلم ممن ياثق الناس فيهم ثم نعمد إلى التحيزات الفكرية لأنصار هذا الطيار فنعالجها قبل الخوض في آثارها والتشديد على بيان العدل مع المخالف فيقبل الحق من قائله أيا ما كان مدام أثبت صحة قوله وأتى بصحيح الأدلة لتدعيمه وإنه لمن العدل إثبات محاسن الخصم وعدم جهدها إذا تبين صحتها وثبوتها عنهم فإنه قد يجتمع في الشخص الواحد موجبات المدحي وموجبات الذنب وبعد محاججتهم وبيان خطأ منهجهم وإقامة الحجة عليهم فإن أبوا الرجوع إلى الجادة واستمروا في منهجهم الذي أضعف صف المسلمين وأجمع الكثير من أهل العلم على خطأه وخطره فحينها هجر جميل من باب العقوبات الشرعية والهجر يكون بحسب الأحوال والأعمال ختاما إن هناك فارقا بين طالب العلم المخالف وبين من حمل السلاح وأفضى إلى إراقة دم حرام لذا فمن الإنصاف التفريق بين هذا وذاك وإن كنا بصدد الحديث عن مذهب وليس جماعة فمن الإنصاف مراعاة من حرد على المسلمين ومن تلبس بدم حرام وقتل وشرد لتعمده الوقوف في صف كل ذي سلطة ومن خالف مظانة إصابة الحق فمن حرد وقتل فما هذا بمخالف شرعي وإنما صائل معتد أوجب الإسلام قتاله ودفعه مخافة الإفساد وحفظا للدماء والأنفس والأموال والأعراض ومن كان مخالفا في قول فحقه البيان والإيضاح وإقامة الحجرة فلإن كان في من ينتسب إلى المسلمين من يتني عليه بشخصه مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويوصي باستخدام منهجه في محاربة الأفكار المضادة للاحتلال والسيطرة الأمريكية فإننا إذن لسنا بصدد التعامل مع مخالف فكري ولإن كانت كل الآراء والفتاوى مركزها تعظيم الحاكم وصبغه بصبغة كهانوتية وأنه مؤيد من السماء فإننا لسنا بصدد خلاف تأويلي إذا اختلفت مرجعية مصادرنا وأصول تفسيرها ولئن كانت طعن والتجريح في الدعاة والعاملين لنشر دين الله منهجا يقام عليه الولاء داخل هذا التيار بقصد إفراغ الساحة الإسلامية من الدعاة العاملين وصدهم عن قول الحق وتعطيلهم عن المسير والوشاية بالدعاة ممن يقولون الحق عند سلطان جائر هذا إن سلمنا بأنه فقط سلطان جائر بل والتحريض على اعتقال هذا الذي لم يرتدي أن يسكت ويقر باطلا وما يترتب عليه من توقيف كثير من الدعاة وإغلاق كثير من الجمعيات الخيرية التي كان أهل الإسلام يستفيدون منها من يتامى ودعاة وحفاظ للقرآن وتطويع الناس لحكومات يظهر للعيان ما تسببت فيه من ضرر للمسلمين ومنافع لأعدائهم فما هذا بقول عاقل ولا ينسب مثل هذا لمن أراد الخير لدعوته وأمته بحال من الأحوال ويبدو من خلال مصاري التيار المدخلي عندما أتيح له التمدد في الساحة الليبية أنه لم يتورع في مساندة أكبر طغاة العرب بل وإعلان استقوائهم بالسلاح واغتيال قادة الصف الإسلامي ومفاخرتهم بإباحة الدماء والاستبراء من المسلمين بزعم أنهم خوارج لذا فيظل خطر هؤلاء الحقيقي مرهونا بمدى ترك الساحة لهم والسماح لهم بالتوسع ومن هنا يمكننا القول إن إتاحة الفرصة لمثل هؤلاء مؤيد القتلة سفاكي الدماء بالانتشار واجتذاب الناس إلى دعوتهم لهو نذير بفتح المجال لطعن التيار الإسلامي من داخله وإتاحة الفرصة لكل من أراد النيل من الأمة الإسلامية أن يجد معاونا ونصيرا ولئن كان كبار علماء الأمة ممن عاصروهم تبرؤوا من منهجهم وحذروا من عاقبته ومآله ويقيمون المحاضرات في بيان فساد منهجهم فلا يسعنا إلا اتباع خطوات صلاح الدين الأيوبي عندما أراد تنقية الصف الإسلامي من شوكة الفاطميين التي طعنت المسلمين في ظهورهم انتهى الكتاب بفضل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك